مرحبا بكم من في جزيرة ليلة الجوهرة المخفية التي تقع في قلب المغرب اليوم ندعوك للانضمام إلينا في جولة افتراضية حيث نكشف النقاب عن الجواهر الخفية الغامضة لهذه الجزيرة تقع جزيرة ليلة قبالة سواحل المغرب وهي جنة لم تمسها يد الإنسان وتظل واحدة من أفضل الأسرار المحفوظة في العالم بشواطئه النقية ومياهه الصافية ومناظره الطبيعية الخصبة يوفر هذا الملاذ المنعزل ملاذا إلى أنقى جمال الطبيعة إنه مكان يلتقي فيه الهدوء بالمغامرة ويدعو المسافرين لاستكشاف سحره البكر التاريخ الغامض لجزيرة ليلة منسوج بالأساطير والتقاليد القديمة منا يجعلها أجهة رائعة لهواة التاريخ والمستكشفين الفضوليين على حد سواء تضيف قصص القراصنة والكنوز المخفية والحضارات القديمة طبقة من الغموض إلى هذه الجزيرة الجميلة كل خطوة على أرضها تبدو وكأنها تمشي عبر صفحات كتاب تاريخ منسي يعد الوصول إلى جزيرة ليلة مغامرة بحد ذاتها تجذب المسافر المقدام لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق قارب صغير أو رحلة طيران مستأجرة وتزيد الرحلة إلى هذه الجنة النائية من جاذبيتها يعتمد اختيار أفضل وقت لزيارة جزيرة ليلة على التفضيلات الشخصية للتقس والأنشطة تتمتع الجزيرة بمناخ معتدل طوال العام لكن زيارتها خلال أشهر الربيع أو الخريف توفر توازنا مثاليا بين الأيام الدافئة والليالي الباردة مما يجعلها مثالية لاستكشاف العجائب الطبيعية للجزيرة دون حرارة الصيف الشواطئ المخفية في جزيرة ليلة هي واحات شخصية تنتظر من يكتشفها يتميز كل شاطئ منعزل بسحره الفريد بدءا من الرمال البيضاء الناعمة وحتى الخلجان الصخرية المثيرة تعتبر هذه المواقع الهادئة مثالية لأولئك الذين يبحثون عن العزلة أو يرغبون في الاسترخاء في أحضان جمال الطبيعة الهادئ يكشف استكشاف المساحة الخضراء الموارقة في جزيرة ليلة عن جنة خضراء تشعرك بعوالم بعيدة عن صخب الحياة اليومية تعد أوراق الشجر الكثيفة موطنا لمجموعة متنوعة من أنواع النباتات بعضها مستوطن في الجزيرة مما يوفر لمحة فريدة عن الطبيعة البكر الكهوف السرية في جزيرة ليلة هي حلم المغامر مختبئة تحت المناظر الطبيعية الوعرة عند المغامرة في هذه العجائب الطبيعية يمكن للمرء العثور على التكوينات الصخرية القديمة والمسابح تحت الأرض شديدة الوضوح توفر هذه الكهوف الغامضة فترة راحة رائعة من مناخ الجزيرة الاستوائي وتجربة استكشاف مثيرة يعد المطبخ المحلي في جزيرة ليلة مفاجأة صرة لعشاق الطعام مع التركيز على المكونات الطازجة محلية المصدر تمزج الأطباق هنا بين النكهات المغربية التقليدية وتراث الطهي الفريد للجزيرة تبرز المأكولات البحرية التي يصطادها الصيادون المحليون يوميا بشكل دارز منا يوفر مذاقا من خيرات البحر النباتات والحيوانات الفريدة في جزيرة ليلة لا مثيل لها في أي مكان آخر على وجه الأرض وقد سمحت عزلة الجزيرة لمجموعة متنوعة من الأنواع بالازدهار بما في ذلك الطيور الملونة والنباتات النادرة سيجد محب الطبيعة أنفسهم مفتونين بالتنوع البيئي الذي تتمتع به الجزيرة مما يجعلها مكانا مثاليا للسياحة البيئية تحكي الأطوال المنسية في جزيرة ليلة حكايات عن حقبة ماضية وتدعو الفضوليين لاستكشاف إسرارها القديمة تقدم بقايا الحضارات الماضية المغطاة بالنباتات الخضراء لمحة فريدة عن تاريف الجزيرة الغني يمكن للمغامرين التجول بين الأنقاض وتخيل الحياة التي كانت مزدهرة هنا ذات يوم تعد الحرف اليدوية في جزيرة ليلة بمثابة شهادة نابضة بالحياة على مهارة سكانها وإبداعهم من المنسوجات المنسوجة بشكل معقد إلى الفخار المصنوع بخبرة تحكي كل قطعة قصة من التقاليد والابتكار يتمتع الزوار بفرصة مقابلة الحرفيين المحليين والتعرف على تقنياتهم وأخذ قطعة من ثقافة جزيرة ليلة إلى المنزل تقدم لعبة ستور كايزنغ في جزيرة ليلة مشهداً سماوياً لا مثيل له بعيداً عن أضواء المدن الملوثة تكشف سماء الليل عن مجدها الكامل مزينة بالأبراج والكواكب والنجوم المتساقطة إنها تجربة ساحرة تعيد ربط المرء بالتساع الكون والأسرار التي يحملها توفر القرى المنعزلة في جزيرة ليلة لمحة نادرة عن الحياة الأصيلة بمنأة عن وطيرة الحداثة السريعة هنا يبدو أن الوقت يتباطئ مما يسمح للزوار بالانغماس في إيقاعات الحياة المحلية إن تجربة دفء وكرم سكان الجزيرة توضيف لمسة شخصية عميقة إلى المغامرة يعد التنقل في جزيرة ليلة تجربة مليئة بالاكتشاف والسحر سواء اخترت التجول عبر مناظرها الطبيعية الخضراء سيراً على الأقدام أو ركوب الدراجة على طول سواحلها النسيم أو الإضحار حول مياهها الصافية فإن كل وسيلة نقل تقدم منظورها الفريد لهذه الجنة البكر الطيور الأسطورية في جزيرة ليلة هي دليل الطيور إلى الجنة من الريش النابض بالحياة للأنواع الأصلية في الجزيرة إلى النداءة الإيقاعية التي تملأ الهواء عند الفجر والغسق تعد الجزيرة بمثابة ملاذ حيث تزدهر حياة الطيور مما يوفر فرصاً لا مثيل لها لعشاق مراقبة الطيور مع غروب الشمس تحت الأفق تكشف جزيرة ليلة عن أفضل أسرارها وتنتشر أكثر مواقع غروب الشمس لالتقاط الأنفاس في جميع أنحاء الجزيرة بدءاً من الشواطئ المنعزلة حيث يلتقي البحر بالسماء في وهج من الألوان إلى المنحدرات الوعرة التي توفر إطلالات بنورامية على مساحة المحيط الشاسعة إن ينابيع جزيرة ليلة العلاجية هي الحل الطبيعي للتجديد يعتقد أن هذه الينابيع الطبيعية التي تقع بعيداً في أركان الجزيرة في الهابئة تمتلك خصائص علاجية يعد السباحة في هذه المياه الغنية بالمعادن بملاذ منعش لأولئك الذين يبحثون عن العافية وسط أحضان الطبيعة يوفر استكشاف جزيرة ليلة تجربة غامرة في الجمال البكر ولكن من الضروري أن تخطوى بففة للحفاظ على جنتها تتضمن النصائح الصديقة للبيئة تقليل استخدام البلاستيك والالتزام بالمسارات المخصصة لحماية النباتات المحلية واختيار الغطس بدلاً من لمس الشعاب المرجانية الهشة مما يضمن عدم ترك آثار أقدامنا آثاراً دائماً تعد الشعاب المرجانية في جزيرة ليلة عالماً سفلياً ساحراً ينبض بالحياة عند المغامرة تحت الأمواج يتم الترحيب بالغواصين والسبحين من خلال الحدائق المرجانية المتنوعة التي تعج بالأسماك الغريبة إنه عالم حيث كل غوص يكشف عن عجائب جديدة مما يجعله تجربة أساسية لعشاق البحرية الذين يزورون الجزيرة أصداء المعارك الماضية لا تزال قائمة في الحصون القديمة بجزيرة ليلة حيث تقف كحراس صامتين فوق المناظر الطبيعية تقدم هذه المباني التاريخية الأمحة عن تاريخ الجزيرة المطرد وتدعو الزوار للتجول عبر أنقاضها إن استكشاف هذه البقايا يربطنا بماضي الجزيرة في العريق ويقدم دروساً وتأملات تقع شلالات جزيرة ليلة السرية بعيداً في برية الجزيرة الخصبة وهي إحدى أعجوبة فن الطبيعة تعتبر الرحلة إلى هذه الشلالات المخفية مجزية مثل الوجهة حيث توفر أماكن منعزلة للسباحة أو ببساطة الاستمتاع بروعتها الضبابية إنها بمثابة ملاث هادئة وتدعو إلى الهدوء والرهبة تمثل الكثبان الرملية في جزيرة ليلة ناقضاً صارخاً مع مناظرها الطبيعية الخضراء ومياهها اللازا وردية توفر هذه الرمال المتحركة مغامرة في قلب الصحراء حيث يثير الصمت والرحابة إحساساً بالخلود إنها تجربة تدعو إلى التأمل على خلفية عظمة الطبيعة إن استكشاف المسارات المجهولة في جزيرة ليلة يقود المغامرين بعيداً عن المسار المطروق إلى قلب جمالها البكر يمكن لممارس رياضة المشي لمسافات طويلة اكتشاف الجواهر المخفية بدءاً من الشلالات المنعزلة وحتى وجهات النظر الخلابة مما يوفر إحساساً بالعزلة والتواصل مع الطبيعة الذي أصبح نادراً بشكل متزايد في عالم اليوم يعد الميناء المخفي في جزيرة ليلة ملاذاً هادئاً لأولئك الذين يبحثون عن السلام بعيداً عن المناطق السياحية الصاخبة يوفر هذا الموقع الهادئ أجواء خلابة للتأمل والاسترخاء مع الصوت اللطيف للأمواج المتلاطمة والطنين الناعم للقوارب البعيدة مما يزيد من أجواءه الهادئة يعد العثور على السلام الداخلي تجربة عزيزة في جزيرة ليلة حيث يوجد العديد من المواقع المثالية لممارسة اليوغى والتأمل سواء أكان ذلك بجانب المحيط الهادئ أو تحت ظلال المساحة الخضراء المورقة أو فوق تلة منعزلة فإن كل موقع يوفر خلفية هادئة لممارسات اليقظة الذهنية مما يعزز الرحلة الروحية لكل زائر يعد المشهد الموسمي للطيور المهاجرة في جزيرة ليلة بمثابة أعجوبة تستحق المشاهدة يتوافد مراقب الطيور ومحب الطبيعة إلى الجزيرة لمشاهدة موجة النشاط النابضة بالحياة حيث يتخذ هؤلاء المسافرون المجنحون منزلهم المؤقت هنا لا يسلط هذا الحدث الضوء على التنوع البيولوجي الغني بالجزيرة فحسب بل يسلط الضوء أيضا على أهميتها كملاث لأنواع الطيور تقع جزيرة ليلة وسط الأمواج الهادئة وتضم مواقع صيد سرية لا يعرفها سوى السكان المحليين توفر هذه الجواهر الخفية للصيدين جنة أحلامهم حيث تلتقي خيرات البحر بالهدوء الذي لا مثيل له هنا صيد الأسماك ليس مجرد هواية فحسب بل رحلة إلى قلب وفرة الطبيعة وسط المناظر الطبيعية الخضراء لجزيرة ليلة يكمن سر غالبا يتجاهله حتى أكثر المسافرين خبرة مزارع الكروم المخفية التي تنتج بعضا من أجود أنواع النبيذ المغربي توفر هذه البستين المنعزلة ما ذاق الطبيعة الفريدة للجزيرة حيث تعرض نكهات لا يمكن العثور عليها في أي مكان آخر في العالم جزيرة ليلة عبارة عن فسيف ساء من الثقافات حيث تتلاقى التقاليد من جميع أنحاء العالم في عرض حيوي للوحدة هنا يمكن للمرء أن يشهد بوطقة تنصهر فيها العادات واللغات والممارسات مما يقدم لمحة فريدة عن التعايش السلمي بين المجتمعات المتنوعة إنها شهادة على التراث الثقافي الغني للجزيرة الحدائق السرية في جزيرة ليلة هي حلم عالم النبات حيث تقدم لوحة نابضة بالحياة من النباتات وسهور المستوطمة تعرض هذه المحميات المخفية التي تقع في زوايا الجزيرة التنوع البيولوجي الغني في المنطقة تشبه الزيارة الدخول إلى لوحة حية من الجمال الطبيعي مما يجعلها مكاناً لا بد منه لعشاق الطبيعة مع غروب الشمس تحت الأفق تكشف الشواطئ المقمرة في جزيرة ليلة عن جمالها الأثيري يخلق التوهج الناعم لضوء القمر على الأمواج جواً سحرياً مثالياً للنزهات الليلية يقدم هذا المشهد الفريد ملاذاً هادئاً حيث تتحدث همسات المحيط عن الروح تعد الأسواق المخفية في جزيرة ليلة كنوزاً دفينةً من الحرف اليدوية والتوابل والمنسوجات المحلية تقدم مراكز الأنشطة الصاخبة هذه لمحة عن ثقافة الجزيرة وتقاليدها النابضة بالحياة يعد التجول في هذه الأسواق مغامرةً في حد ذاتها حيث يروي كل كشك وبائع قصة عن تراف الجزيرة الغني بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن مناظر خلابة توفر القمم المعزولة في جزيرة ليلة مناظر بانورامية تستحق التسلق توفر هذه المرتفعات التي لم يمسها أحد رؤية شاملة للمناظر الطبيعية المتنوعة للجزيرة بدءاً من المساحة الخضراء المورقة في الداخل وحتى المياه الصافية على طول الساحل مما يجسد جمال الجزيرة الذي لم يمسه أحد جزيرة ليلة جوهرةً مخفيةً تم الكشف عنها ستكون مغامرتك القادمة بفضل حدائقها السرية وشواطئها المضاءة بنور القمر والأسواق الصاخبة والقمم المعزولة شكراً لانضمامك إلينا في هذه الجولة الافتراضية لجزيرة ليلة نأمل أن يكون مصدر إلهام لك للكشف عن جمال وغموض جواهر المغرب المخفية لا تنسى الاشتراك في قناتنا لمزيد من مغامرات السفر الممتعة